كمال وريمان أربعة قتلى وعشرات المصابين في سفوف المتظاهرين اليوم في العراق محاولات لفضل اعتصابات بالقوة باستخدام الرصاص والقنابل المسيلة للدموع على التميز من ذلك مظاهرات الحاشدة البارحة للطيار صبري تطالب لأخراج القوات الأمريكية من العراق مظاهرات رأى فيها البعض محاولة للتغطية على المطالب الشرعية للحراق الشعبي نحاول أن نقرأ أكثر في المشهد العراقي الآن مع ظيوفنا في للخبر بقية أهلا بكم إذن قتل أربعة محتجين وأصيب عشرات آخرون برصاص قوات الأمن العراقية في بغداد ونصرية جنوبية البلاد من جراء محاولات لفضل اعتصابات المستمرة على مدى أربعة أشهر هذا وأجبر مئات المحتجين بعد الظهر اليوم أجبروا قوات الأمن على التراجع بعد تقدمها باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد لاقتحامها تأتي هذه التطورات بعد أعلان زعيم الطيار الصدري مقتدى صدر سحب دعمه للحراك الشعبي ردا على هتافات رددها المتظاهرون ضد الصدر على خلفية التقرب مؤخرا من الفصائل الشعية المقربة من إيران استشراس في فض ساحات التظاهر في بغداد والناصرية والبصر وغيرها من المدن هو أهم ما يميز المشهد العراقي الحالي ضوء أخضر من قوى سياسية وأمنية وميليشيات انتهت بسقوط قتلى وجرح عشرات المتظاهرين بينهم حالات حرجة حرق خيام منصوبة في الساحات واعتقالات طالت العشرات يرفع المتظاهرون لافتات تؤكد حقهم الدستوري في التظاهر وترفض تدخلات الخارجية لإسكات الأصوات لم تلقى تلك اللافتات ولا الأصوات المبحوحة صدا عند الطبقة السياسية الحاكمة مصادر عراقية أكدت أن قرار فضي الاعتصامات بالساحات والميادين تخذ من قبل حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي بدعم من قوى سياسية وميليشيات ضمن ما يسمى بالحجد الشعبي ربما هذا ما يفسر انسحاب أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من ساحات التظاهر وتصريحه الأخير أنه لن يتدخل في التظاهرات لا بالسلب أو بالإيجاب المشهد الميداني المشحون هذا لا يختلف عن قارينه السياسي فعملية تشكيل الحكومة لم تخرج عن الذهنية نفسها التي أدارت عملية تشكيل الحكومات السابقة إذ لا تزال الأحزاب ترشح أسماء حسب الولاءات وتبني جدرانا كاتمة للصوت بينها وبين المحتجين في الساحات مشهد فيه من التعقيد ما يجعل السيناريوها جميعها مفتوحة وهو ما يضفي مزيدا من القلق والضبابية على مصير بلد مصادر القرار فيه متعددة وفي أغلب الأحيان متضاربة للمزيد ينظم إلينا من بغداد دكتور محمد نعنع الأكاديمي والباحث السياسي كما ينظم إلينا أيضا من بغداد الأستاذ مناف الموسوي مدير بركز بغداد للدراسات الاستراتيجية وأيضا من بغداد ينظم إلينا الأستاذ وائل الركابي الباحث السياسي مرحبا بكم جميعا أبدأ معك أستاذ دكتور محمد نعنع أبدأ معك بما حدث اليوم سقوط أربعة قتلى عشرات المصابين استخدام مفرط للقوة محاولات لإحراق خيام المعتصمين لماذا تهرع السلطة إلى استخدام مفرط للقوة بهذا الشكل وهي التي تعهدت في السابق بأنها لن تعمد إلى استخدام العنف وستقوم بالتحقيق في جرائم قتل المتظاهرين في السابق مساء الخير شكرا جزيلا تحياتي لكم ولي الأساتذة دكتور مناف ولي أستاذ وائل ولجميع المشاهدين الأعزاء ليس هناك من جديد الحكومة العراقية عادة ما تطلق تصريحات وتتراجع عنها فعليا على أرض الواقع لم يخلو يوم من الأيام منذ ذروة التظاهرات في 25 تشرين أول ولحد هذه اللحظة من مباغتات ومداهمات وقتل وجرح واغتيال وتهديد للحركة الاحتجاجية هذا الأمر مستمر وليس جديدا ولكنه حتى أجيب على حضرتك إجابة مباشرة الذي حدث منذ ليلة الأمس وصباح هذا اليوم هو مرتبط بمواقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرادت الأحزاب السياسية وليس بالضرورة أن ما حدث هذا اليوم مرتبط مباشرة بالقائد العام بالقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي وإنما مرتبط بأجدات أحزاب تريد أن تبقى لا تريد أحد أن يعارضها فعزمت على ما قامت به منذ موقف السيد مقتدى الصدر بخصوص الوجود الأجنبي واستثمرته ليلة البارحة واليوم حتى إذا ضربت هذه الحركة الاحتجاجية ترى ما هو موقف الصدر حول هذا الإجراء الذي قابت به ورجع الصدر بأن الصدر غير معني وأنه زعلان على الحركة الاحتجاجية نتيجة هتافات ونتيجة مواقف ونتيجة لافتات رفعة وهذا ليس الأمر الحقيقي وإنما الصدر ليس مجرد زعل شخصي على هؤلاء الذين أساءوا له وإنما يجدد موقفه التزاما بالتوازنات القائمة والمواقف المقبلة لمعادلة السلطة فالقضية ليست شخصية وإنما الرجل لديه موقف جديد يبلوره في إطار مصالح التيار الصدري طيب موقف جديد في إطار مصالح التيار الصدري ماذا عن موقف الحكومة استذواء الركابي؟ هل بشكل مباشر هل تلقت الحكومة الآن ذوءا أخضر باستهداف المظاهرات ووضحت لهذه المظاهرات والحراك الشعبي بعد انسحاب الطيار الصدري منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم وضيفيك الكريمين والمشاهديكم والكرام أنا لا أتصور أنه للحكومة هناك دخل في عملية إخلاء هذه الساحات أو ما حدث من خلالها وكذلك أيضا أبرأ الكتل السياسية الأخرى التي تحاول كما صور الدكتور محمد نعنا أنها تحاول أن تستغل تصريح السيد مقتدى الصدر بخصوص ابتعاده سواء كان بالسلبي أو الإجاب عن الحراك الشعبي أو ما يسمى بهذه الاحتجاجات أنا أتصور أنه خلص المجموعة التي انسحبت من ساحات الاحتجاجات لربما نتيجة الفترة الماضية سيد ركابي دعني أقاطع كنا سبحت عندما تبرأ الحكومة عندما تبرأ الحكومة وعندما تبرأ الكتل السياسية طيب من يقوم بقتل المتظاهرين وفض خيام المعتصمين والقبض على الناشطين من يقوم بكل هذا؟ العصابات التي تواجدت طيلة الفترات الماضية التي تكونت في هذه المجموعة التي نحن نعرفها جيدا أن في العراق هذه الاحتجاجات تقسم إلى قسمين احتجاجات سلمية ومجاميع مندسة تحاول أن تحرف هذه المظاهرات عن سلميتها بشكل حقيقي وبالتالي تكونت من خلال هذه المجاميع المنحرفة المدعومة من قبل الخارج ومن قبل السفارة الأمريكية حصرا في بغداد ومن قبل أموال أيضا خارجية هذه تكونت وأصبحت لديها مجاميع حي أقرب إلى العصابات وبالتالي تقاطع المصالح في حال خلو ورغبة الكثيرين من خلو الساحات وتواجدهم مع التظاهرات يوم أمس جعل من هذه المجاميع ترفض أنها أن تكون بهذا الشكل ولا تستفيد من الأموال هذا الذي جعل الخلافات فيما بينهم الحديث في الفترة الباضي عن ما يسمى يوسف بالطرف الثالث وهناك تهديدات مباشرة من الحجد الشعبي للمتظاهرين تقول بأن عصابات هي من تقوم بقتل المتظاهرين أين موقف الحكومة من كل هذا عندما تبرأ الحكومة هي المعنية بحماية المواطنين والمتظاهرين هي معنية بحفظ السلاب والسلم في البلاد عندما تقف مكتوفة الأيدي ماذا نفهم من ذلك؟ نعم الحكومة اليوم تتحمل جزء كبير من المسؤولية لأنه من مسؤوليتها حماية جميع المواطنين وبالتالي الحكومة عندما ابتعدت نتيجة احتكاكاتها السابقة ونتيجة تشويه حقيقة مواجهة رجال الأمن الذين لا يحملوا حتى السلاح للخطوط الثلاثة المتواجدة في حماية الساحات جعل من البعض أنه يحاول أن يستغل هذا الظرف اليوم الساحات خلت الحكومة عندما تدخل رجال الأمن لعملية التنظيف ولعملية متابعة وملاحقة بعض الأطراف الخارجية التي تحاول أن تقوم بالحبث من البعض الذين تتحدثوا عنهم نجد أن الدنيا تقوم ولا تقعد عليهم بإيجاز من البعض الذين تتحدثوا عنهم السؤال لي نعم نعم تحدثت قلت بأن البعض من هذا البعض الذي تحدثت عنه البعض الذين يحاولوا أن يشوهوا صورة الرجال الأمن وكيفية التعاطي مع هؤلاء المخربين المندسين يعني هذه المشكلة التي تحاول أن تتحاشاها القوى الأمنية في عملية التصادم والملاحقة لهؤلاء الذين لا يمثلون التظاهر السلمي بخدر ما يمثلون حصابات ومجانعهم الحرفة بشكل واضح وبالتالي لا أحد يتحمل المسئولية في كل ما يحدث للمتظاهرين من قتل وإصابات وغيرها أذوي أستاذ مناف الموسى ودعني أعود معك إلى المظاهرات الحاشدة البارح للطيار الصدري المطالبة بإخراج القوات الأجنبية من العراق الصدر وقف وساند الحراك الشعبي منذ انطلاقته في أواء الأكتوبر الماضي لماذا يقرر اليوم الانسحاب وترك المتظاهرين وكأنه يقول بأن مطالبكم المشروعة اجتماعية واقتصادية أو غيرها لم تعد تعليم اليوم أستاذ جمال في البداني أحييك وأحيي ضيفيك كريمين وجميع مشاهدي قناة العربية لا أعتقد الحديث بهذا الشكل السيد مغتد الصدر دائما هو داعم للمطالبات الجماهيرية ودائما ما يؤثر المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية والكونتونية وبالتالي هذه المواقف لا أحد يناقش سيد مغتد الصدر فيه لكن بالنتيجة أيضا السيد مغتد الصدر لديه أولويات تعرف السيد مغتد الصدر هو أول من قاوم الاحتلال الأمريكي ربما هو الوحيد كان في الساحة منما كان يتحدث جميعا أن الأمريكان أصدقاء ومن الممكن أن نخرج الأمريكان من خلال القنوات السياسية وكانوا يعتبرون بل البعض منهم كان في بعض الأحيان يتعاون مع الأمريكان في مقاتلة جيش المهدي أو أتباع السيد مغتد الصدر والذي كانوا يقاومون الاحتلال هذا صحيح سيد منافر الموسوي المعذرة على المقاطعة هذا صحيح ولكن شرعية المقاومة التي كان يقودها الطيار الصدري وبقتد الصدر تحديدا منذ 2003 وحتى 2011 ربما انتهت مفاعلها باتفاقية إخراج القوات الأجنبية الأمريكية تحديدا في 2011 الرجل كان يقدم نفسه كمصلح ضد الفساد طوال الصنوات الماضية لماذا هو اليوم يغير هذه الأولويات بشكل مفاجأ وربما غير مفاجأ ولكن بشكل كبير أصبحت أولويات الحراك الشعبي غير مهمة بالنسبة له شكرا أستاذ جمال على هذا السؤال سؤال مهم وستراتيجي لذلك يوم أمس قدم السيد مقتد الصدر مشروعا جديدا تمثل في القوى الناعمة في التظاهرات المليونية والتي تحدثت عنها ربما بعض القنوات العالمية بأنها تجاوزت حتى المليونية بالنتيجة اليوم السيد مقتد الصدر يريد أن يثبت بأن القوى الناعمة من الممكن أن تكون عاملا فاعلا في عملية التهيئة للقنوات الدبلوماسية لإيجاد جدولة معينة للقوات الأجنبية اليوم وجود قوات الأجنبية يمثل خطرا على الأمن الوطن العراقي بأتبار أن وجود هذه القوات الأجنبية على العراق قد تجعل من الأراضي العراقية يساعد معركة العراق ليس طرفا فيها ولا يريد أن يكون طرفا فيها وبالتالي أنا أعتقد أن الادباط الكبير اليوم أمس الذي حدث في التظاهرات المليونية وعدم الاعتداء على السفارات وعدم الاعتداء على الهيئات الدبلوماسية أيضا تقدم رسالة جديدة اليوم بأن سيد الصدر أو التظاهرات المليونية هي تظاهرات داعمة للحراك الشعبي وهي بالتالي متواصلة به لكن أعتقد أن هناك حملة حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص متواجدون خارج الحراق عندما تقول بأنه دعم للحراك أنصار البارحة انسحبوا من حراك الشعبي وهو قال بأنه لن يقدم لا دعم لا سلبا ولا إيجابا دعني أكون صريحا وواضحا معك في سؤالي أستاذ مناف البوسوي لماذا أصبحت أولوية إخراج القوات الأجنبية من العراق أولوية قصوى لدى السيد الصدر مباشرة بعد بقتل سليماني في العراق لماذا لم تكن كذلك قبل بقتل سليماني؟ أشكرك مرة أخرى على هذا السؤال لأن المشكلة الأمريكان بهذا الخطأ الستراتيجي الذي قاموا به في العراق وعملية اغتيال الشهيدين أبو مهد المهندس وقاسم سليماني كأنما أرادت أن تدفع العراق للدخول ضمن محور معين على الرغم من أن سيد الصدر وأغلب القادة السياسيين كانوا يتحدثون عن عدم دخول العراق ضمن أي محور معين وأن يكون العراق فاعلا لحل حلة الإشكاليات وأن لا يكون ضمن هذا الصراع وبالتالي أيضا أن لا تكون الأراضي العراقية ساحة لضرب أي لا من القوات الأمريكية ولا من أي دول الجوار الضربة الأمريكية أجبرت القوى السياسية الموجودة اليوم أو كأنما تريد أن تدفع العراق للدخول ضمن محور معين لأن انتهكت السيادة أولا انتهكت الاتفاقية الموجودة ما بينهما بين العراق واليوم وجود هذه القوات تمثل خطرا على الأمن الوطني العراقي باعتبار أن وجود هذه القوات قد تؤدي لحدوث حرب خصوصا مع دولة جارة ولها امتدادات يعني تصل إلى أكثر من 1450 كيلو متر مربع وبالتالي يعني هذا الخطر اليوم أجبني لماذا أنصار الطيار الصدري من المظاهرات الشعبية الحراك الشعبي يعني أجيبك نعم ولماذا يدهب الكثير من العراقيين بالقول بأن هذه المظاهرات هي محاولة لشق وحدة الحراك الشعبي وحتى خيانة للحراك الشعبي ولو مبادئ الحراك الشعبي العراقي لا لا أستاذ جمال أنا أعتقد أن هذا ليس حديث المتظاهرين وإنما حديث مواقع التواصل الاجتماعي حديث الأقلام الموجودة أو التي تحاول أن تبين وتسيطر على المشهد مشكلة التظاهرات أنها لا توجد فيها تنسيقيات حقيقية لا توجد فيها قادة حقيقين وأنا أتحدث أقول عن تنسيقيات حقيقية أي بمعنى أن التنسيقية تكون قادرة على جمع المتظاهرين أو قادرة على إعادتهم إلى بيوتهم المشهد داخل ساحة التظاهر ومشهد مرتبك هناك اختلاف في وجهات النظر هناك في بعض الأحيان حدوث مشادات كان وجود أصحاب القبعات الزرق ووجود أتباع السيد مقتد الصدر كانوا مثل قوة لهذه التظاهرات لكن على ما يبدو أن بعض المنتجسين في هذه التظاهرات يريدون أن يسيئوا في كل مرة أو يشككوا بكل ما يقدمه السيد مقتد الصدر وبالتالي أتباعه وبالتالي نعتقد أن أتباع السيد صدر من له من هذه الاتهامات ومن له من هذا التهجم الغير منطقي والغير مقبول وبالتالي اليوم سيد صدر يمتلك الكتلة الأكبر في البرلمان ولكنه دائما يريد أن يقدم المصلحة الوطنية والمصلحة الشعبية والمصلحة من تظاهرين على كل هذه وهو لحد هذه اللحظة يؤكد على أهمية الاستجابة إلى المطالب الشرعية ويؤكد أيضا في بيانة وفي تغريد تلتية تعدث عنها بين أي من السياسيين سوف يماطل أو يسوف أو لن يأتي بشخصية غير جدلية تكون مقبولة من تظاهرين سوف يكون عدوة له الموسى ودعني أعود إلى الدكتور محمد النعناع وأخذ أيضا رأيه في هذه المظاهرات المطاربة بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق البعض يقول بأنها محاولة أو مجرد استعراض للقوة ربما العراق ليس بحاجة لهكذا استعراض اليوم أمام أولويات قصوى اليوم تتمثل بداية في استقرار المشهد السياسي في تعيين حكومة جديدة وأيضا لوضح حد للحراك الشعبي ليس بالطريقة الأمنية وإنما بالاستجابة للبطالة الشعبية وتحسين ظروف عيش الناس كيف تتابعت هذه المظاهرات التي دعا إليها السيد الصدر هذه المظاهرات هي عبارة عن كوكتيل من المصالح وليست من أولويات المواطن العراقي صدرتها بعض الجهات على أنها أولوية هي ليست أولوية هي في إطار السراع الأمريكي الإيراني الحماقة الأمريكية صنعت شأنا لجهات معينة وجعلتها تتصدر المشهد السياسي والإعلامي مرة أخرى وأيضا التغول الإيراني في العراق وامتداد واستطالة النفوذ الإيراني ساعد في دعم جهات معينة ما يحدث هو أن هناك حالة من العاطفة تشتاح البنية الاجتماعية الشيعية بسبب اغتيال أبو مهد المهندس وقاسم سليماني فلو بقي مقتدى الصدر بنفس مواقفه من هذين الشخصين وقد غرد عنهما كثيرا عنهما وعن الجهات التي تتبعهما أو هي امتداد لنشاطاتهما سواء في الحجد الشعبي أو في الميليشيات لو بقي على مواقفه السابقة لأصبح نشازا لأصبح شخصا غير محسوبا على الشيعة فلذلك بادر على أن تكون له مواقف رغم أن هناك لدينا معلومة بأنه منع من زيارة بيت أبو مهد المهندس لتقديم التعزية فبالتالي القضية كلها هي كوكتيل مصالح والمواقف العادي المصالح من؟ المصالح من هذا؟ ليس حدث عن كوكتيل مصالح مصالح من؟ إذا كنا بمفترض سؤال حضرتك عن موقف سيد مقتدر الصدر فموقف سيد مقتدر الصدر هو دائما مسؤول بلا مسؤولية لا يريد أن يحاسب فقط أنه هو يحاسب هو راعي إصلاح ومقاوم ومدير للعمليات الخارجية والمقاومة الدولية أو غيرها بدون أن عليه أي مسؤولية هو كما يقال داخل في الأشياء لا كدخول الشيء في الشيء وخارج عنها لا كخروج عن الشيء هو ليس مع إيران ولكن ينسج مع مصالحها في العراق والمنطقة هو ليس مع أمريكا ولكن ينفذ أجندات قريبة منها هذا لا يعني أنه أن أتهم الرجل وإنما سياسات التسير بهذا الاتجاه فلذلك لابد أن يعي العراقيون من معهم حقيقة ومن الذي يريد مصالحه فصارت واضح جدا بأن الفساد ليس هناك من يكافحه ليس هناك من يحارب الفساد بل من يدعي محاربة الفساد هذا هو بعد يومين أو ثلاثة سوف يجلس مع الكتل الأخرى ويختار رئيسه سأعود إليك دكتور محمد معنا دعني أذهب إلى الأستاذ وآل الركابي ودعنا نعود إلى قرار الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من العراق إلى أين وصل هذا القرار؟ سمعنا عنه عند الحديث عنه في البرلمان والحكومة حينها ومنذ الأعلان عنه لم نسمع عنه شيئا أين وصل هذا القرار اليوم؟ بالتأكيد أن هناك خطوات سوف تكون بشكل رسمي قد تنفذها وزارة الخارجية وكل الأجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطوات تقول بأنه قد تنفذها الخارجية هل هذا يعني بأنه لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية حقيقية الآن لتنفيذ هذا القرار؟ سيد الكريم هذه قضية لن تصور أنها تنتهي بين ليلة وضحاها قد تكون هناك خطوات حقيقية تحتاج إلى دبلوماسية تحتاج إلى يومين إلى ثلاثة إلى أسبوع إلى أسبوعين هناك قنوات أخرى من الممكن أنه رئيس الجمهورية يأتينا ونعرف ماذا تحدث مع ترامب بزيارته الأخيرة ولقائه معه في دافوس الحكومة العراقية أعلنت من خلال وزير خارجيتها بأنه بعث برسائل إلى وزير الخارجية الأمريكي يطالبه بأن تخرج هذه القوات ولذلك القرار الرسمي العراقي بشقيه البرلماني والتنفيذي هو ماضي لاستجابة المطالب الشعبية يعني المظاهرات التي خرجت يوم أمس هي لم تكن كوكتيل للضغط كما ذكر ووصفها ضيفك الكريم الدكتور محمد بقدر ما هي تمثل الإرادة الشعبية هذه الإرادة الشعبية والتي اتخذت الحكومة بموجبها قرارا سيد الركابي هذه المطالب الشعبية والتي اتخذت الحكومة بموجبها هذا القرار بإخراج القوات الأمريكية ماذا فعلت لتنفيذه كثيرون يقول بأنها اتخذت هذا القرار فقط توددا لإيران وهي غير قادرة على إخراج القوات الأمريكية لا أبدا ترامب قال مباشرة لن نخرج وإذا أردتمونا أن نخرج للعراق عليكم أن تدفعوا هذا ما قاله ترامب وليس كل ما يقوله ترامب بالإمكان أن يمضي وبالإمكان أن يكون نحن في العراق عندما يتحدث ترامب معنا عليه أن يتذكر كيف خرج في عام 2011 وكيف جوبها بمقاومة إسلامية كبيرة استطاعت أن تحد من قواته حينما كانت أكثر من تعدادها أكثر من 150 ألف جندي وكان يمتلك الطائرات والعدي والمعدات والآليات الحقيقية الكبيرة وحينها جوبها بمقاومة كبيرة فالدرامب اليوم يتحدث من أجل انتخاباته القادمة لذلك هو يسعى ويخاطب في بعض الأحيان الداخل الأمريكي أكثر مما يخاطب الإرادة العراقية الحقيقية الإرادة الشعبية الحقيقية التي تمثلت بيومين وسابقين واتفاق جميع فصائل المقاومة بإتثالهم لرغبة سيد مقتدى الصدر أنهم سوف يعطون الفرصة للسياسيين لكي تتحرك العملية السياسية بإخراج الأمريكان والقوات الأجنبية وإن لم يخرج فلهم موقف آخر وضيح واضح وصريح تعرفه أمريكا قبل غيرها الفصائل موجودة والآن ليس نزولا إلى رغبة إيران وليس نزولا إلى استشعاد الشيء ليس نزولا عند رغبة إيران أعود إلى أستاذ مناف ألحاج قاسم سليماني وأبو مات المؤسد عندما هذه الأمور لأنه خرق الأمن العراقي أعود إلى أستاذ مناف الموسوي ألا يخشى سيد الصدر من أن يفقد ثقة الشارع بعد دعوته إلى بظاهرات منفصلة عن الحراك الشعبي يعني بعد أكثر من أربعة أشهر مئات القتلى آلاف الجرحة وهو اليوم يقول لن أدعم لا إجابا ولا سلبا للحراك الشعبي ألا يخشى أن يفقد رصيده في الشارع العراقي يعني أستاذ جمال رصيد السيد مقتد الصدر كان يتمثل يوم أمس في خروج أكثر من ثلاث ملايين متظاهر مستجيب لدعوة سيد الصدر سيد الصدر هو زعيم عراقي وهو المحرك الوحيد للشارع في العراق سيد الصدر لا يحتاج إلى مزايدات ولا يخاف على رصيدة لأن بالنتيجة هو ليس سياسيا ولا يؤثر مصالح شخصية بقدر ما هو قائد وطني زعيم وطني زعيم للإصلاح لا يهمني ما يقوله الآخرون ولكن بالنتيجة التجارب كانت تثبت هذا حينما تحدث أول أول ما بدأت تظاهرات حينما تحدث السيد الصدر وطالب باستقالة الحكومة ودعوة الانتخابات مبكرة كان من قلب إيران وهو موجود في داخل إيران على رغم أن هذا الموقف كان لا يرضي لا إيران ولا يرضي الكثير من كتلة السياسية الموالية إلى إيران في العراق لكن بالنتيجة وبدأت هناك هجمة كما هي اليوم تحدث هناك هجمة على السيد الصدر كانت تتحدث أن هذه التغريدة تمثل خطأ كبيرا وانتحارا سياسيا وإلى آخر من الكلام الذي كنا نسمع عن لكن الذي حصل أن ما تحدث به السيد الصدر هو الذي تحقق استقالة الحكومة العراقية واليوم ننتظر الذهاب إلى التخابات مبكرة بالنتيجة اليوم العفوية التي تعامل بها السيد الصدر بالإضافة إلى النظوج الذي نلاحظه من خلال تظاهرات يوم أمس التي كانت تظاهرات منضبطة تظاهرات كانت بشكل رائع حتى البيان الذي يقدم أيضا كان منسجما مع الدستور ومع القوانين الموجودة ولكن ما تحقق من إسقاط الحكومة سيد الموسوي ما تحقق من إسقاط الحكومة والقارون الانتخابي الجديد اليوم الحكومة مستقيلة مستقيلة هي حكومة تصريف أعبال هذا تحقق بالفضل المظاهرات العمومة في العراق نعم المعذرة عن البوقات على السيد مناف الموسوي انتهى وقت البرنامج دعني أذهب بسؤال أخير أستاذ الدكتور محمد نعناع مستقبل الحراكة الشعبية اليوم في العراق الحراكة المطالب بالكرامة الاجتماعية المطالب بلقمة العيش المطالب بتحسين أوضاعه الاجتماعية في ظل هذا الجمود السياسي في ظل هذه القبضة الأمنية سواء من طرف الحكومة أو من طرف عصابات كما يقول الأستاذ ماء الركابي أي مستقبل الحراكة الشعبية اليوم في العراق ليس هناك يعني عصابات بالشكل الذي يصوره البعض أخواننا وأصدقائنا وجيراننا وأبناء عمومتنا الذين قتلوا بالرصاص الحي قتلتهم من قوات الأمنية لأنها كانت لديها أوامر من أحزاب ومن ضباط في درجات عليا وصحيح اكتنف التظاهرات والحركة الاحتجاجية بالكامل الكثير من الأخطاء والكثير من الحماقات والكثير من الشجارات والحزبويات والشخصانيات ولكن تبقى هناك صورة مشرقة لهذا التظاهر وليهذا الحركة الاحتجاجية بأنها أسقطت حكومة وغيرت قانون انتخابات وأوجدت ضغطا كبيرا جدا حتى إقليميا على العراق بأن تكون هناك حرية حقيقية وأن يكون هناك مشاركة حقيقية أما بالنسبة للمستقبل فبكلمات قليلة ما دامت المقومات صحيحة وهي محاربة الفساد وما دام هناك جوع وهناك فقر وهناك قلة بالتعينات والخدمات فلربما سوف تضمر هذه الاحتجاجات بعد هذه الصدمة التي تعرضت عليها ولكنها سوف تعود مرة أخرى لأنها مطالب العراقيين شكرا جزيلا لك دكتور محمد معناع الأكاديمي والباحث السياسي كما أشكر أيضا لأستاذ منافى الموسى ومدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية أستاذ الركابي الباحث السياسي كنتم معنا جميعا من بغداد أشكر أيضا أستاذ المشاهدين على كرم المتابعة яр forgot لايزي religions يفتص ن valبع بأس الملاحف أو My Little اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة